ساحة قتال مفضلة لطهران وواشنطن ومعبر لمرور الدولار نحو إيران هكذا وصف موقع ميداليستاي ما ألت إليه أوضاع العراق اليوم في ظل حكومة الإطار التنسيقي الموقع البريطاني ذكر في تقرير له أن إيران وجدت في حرب غزة فرصة لتعزيز مصالحها عبر دفع ميليشياتها للعمل على إخراج القوات الأمريكية من العراق مشيرا إلى أن تصريحات حكومة السودان الرافضة للضربات الإيرانية والأمريكية تسلط الضوء على الحبل المجدود الذي تسير عليه هذه الحكومة في حين تستعرض طهران وواشنطن عضلاتهما في كافة أنحاء المنطقة وتتنافسان في سياق حرب بالوكالة بما في ذلك في لبنان واليمن وسوريا إلا أن التقرير رأى أن أشد حالات الصراع تعقيدا تكمن في العراق ويؤكد ميدليست آي أن عجز الحكومات المتعاقبة في العراق عن كبح جماح الميليشيات أدى إلى تعميق الخلاف بين بغداد وواشنطن لا سيما وأن ميليشيات الحجد اكتسبت المزيد من النفوذ مع مجيء حكومة السوداني حيث عززت أنشطتها العسكرية والتجارية أيضا لكن الحملة الأمريكية الأخيرة على عمليات تبيض الأموال في العراق أدت إلى تأجيج أزمة العملة مع كس النفوذ الهائل الذي تتمتع به واشنطن على الاقتصاد العراقي وهو ما يفسر رغبة حكومة السوداني ومن ورائها الميليشيات بإبقاء شكل من العلاقة مع الولايات المتحدة لإدراكها بأن العراق يمثل شريان الحياة بالنسبة لإيران في نفس الاتجاه يذهب معهد تشتام هاوس البريطاني الذي يرى أن الحكومة في العراق ضعيفة ومنقسمة وليست قادرة أساسا على ضبط الصراع داخل البلاد مضيفا أن العراق برز باعتباره ساحة اللعب المفضلة حيث يمكن للولايات المتحدة وإيران أن تتقاتل فيه لكون خطر التصعيد فيه أقل بالنسبة لكليهما ويمكنهما إبراز قوتهما وتنافسهما على النفوذ دون مواجهة مباشرة